المشتركة اللواء تحسين الخفاجي مساء الخير سيادة اللواء ومرحبا بك معنا أولا نبارك لكم الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي ونتمنى لأبناء قواتنا البطلة المزيد من الانتصارات والتقدم أسئلك بالبداية ما المختلف بفعاليات التي ستنطلق يوم غد على اعتبار أنه هناك استعدادات بدأت مبكرة على عكس الأعوام السابقة أولا تحية لك ولمشاهديك الكرام والحقيقة نبارك للشعب العراقي غدا اليوبيل الذهبي المئة عام لتأسيس الجيش العراقي الباصل هذا الجيش اللي يتأسس في مثل يوم غد من عام 1921 بفوج صغير اسمه فوج موسى الكاظم في منطقة الكارنتينة بالتأكيد يوم غد سوف يكون يوم مميز لكون هذا الجيش مر مئة عام أي قرن على تأسيسه بمختلف صنوف الأسلحة ما يميز احتفالنا يوم غد أنه تاريخ تأسيس الجيش العراقي وما يجب أن يرافق من الحقيقة بعض الفعاليات من عروض جوية ومن السلاح المدفعية اللي سوف يقوم بإطلاق 21 إطلاقة مدفع احتفاء بهذا اليوم المجيد اليوم المميز بالتأكيد العروض اللي راح تقدمها صنوف الأسلحة بمختلف أنواعها أيضا الكراديس المستعرضة وكذلك ما ترافق من عمليات عروض بالتأكيد سوف تكون لها طعم وطبع خاص الجيش العراقي اللي سطر أروع ملاحم البطولة والفداء وآخرها معركة الشرف والكرامة اللي هي معركة تنظيم داعش اللي بالتأكيد بعد انتصار القوات الأمنية على هذا التنظيم اللي احتوى على أكثر من مئة دولة إرهابيها تجمعوا في العراق وحاربوا القوات الأمنية وهذا بالتأكيد يعتبر انتصار كبير جدا قدمت القوات الأمنية وعلى رأسها الجيش العراقي شهدائنا اللي على مر التأريخ واللي قدموا أرواحهم فداء لهذا البلد وما قدموا من الحقيقة من بطولات وتضحيات لذلك في هذا اليوم نجدد العهد بأننا سوف نبقى سور الوطن ودرعه الحصين ونبقى حماة الشعب من شماله إلى جنوه الاعتبار أن العاصمة تستعد لأحد أكبر الاستعراضات مكتب القائد العام للقوات المسلحة قال أنه سيتم إعلام المواطنين في حالة ما فرض حضر للتجوال هل هناك نية لإعلان هذا القرار؟ أولا قرار حرض التجوال بالتأكيد هو يتخذ في حالة وجود حالة قد تؤثر على الاستعراض نتيجة للأرتال العسكرية ولكثافة الآليات المستعرضة قد تكون هناك طرق تحدد إلى هذه الأرتال وهذه العاليات ولكن لحد هذه اللحظة لم يتخذ قرار بأن يكون هناك منع للتجوال وأعتقد كالأعوام السابقة سوف يكون الاستعراض نعم مميز ولكن يمارس المواطنين حياتهم الخاصة وأيضا لا يوجد أي ضغط على المواطن في قطع شوارع عدل شوارع التي تؤدي إلى منصات الاستعراض والشوارع التي تسمح بخروج الآليات هذه الآليات كما تعلمين سيدتي كبيرة جدا تحتاج إلى نوع من الحركة مميز مجال مناورة عالي فيجب أن تحدد حركة السير في بعضها من أجل أن يتم إخلاءها طبعا منذ أيام القوات الأمنية تفرض إجراءات ببغداد ودعنا سألك ذكرت أنه ربما سوف يكون هناك قطع لبعض الطرق هل ستغلق المنطقة الخضراء بصورة تامة ولا يوجد أي طريق أو منفذ يؤدي إليها وإذا لديك معلومات أيضا بهذا الخصوص أنه في أي ساعة يعني بالتأكيد المنطقة الخضراء هي لحد الآن رغم الاستعراض ورغم الممارسات الكثيرة التي تقدمها قواتنا الأمنية لحد هذه اللحظة لم يتم غلقها سوى تحديد بوابات معينة للدخول منها والخروج أما فيما يخص حركة وآلية الأرتال بالتأكيد هذه معدة ومحددة بالنسبة إلى الاستعراض العسكري لحد هذه اللحظة ونحن لدينا معلومات بأنه الأمور اعتيادية فقط الحركة التي تخص الأرتال العسكرية سوف تحدد وهذا إجراء اعتيادي واحترازي طيب سبقوا أن أكدتم نشر قطاعات بالمناطق التي عادة تشهد انطلاق الصواريخ منها باتجاه المنطقة الخضراء هل ستكون هناك عمليات لوقف مثل هكذا أعمال خارج عن القانون يعني أولا قيادة العمليات المشتركة من خلال توجيه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة وضرورة أن يجب تطبيق القانون وكذلك عدم السماح بالمساس بعمل وسيلة الدولة لذلك خططنا وإمكانياتنا وقدراتنا في هذا المجال مستمرة نعم نحن جادون في أن نحمي سفارات الدول التي لها علاقات مع العراق جادون أيضا في عدم المساس بسمعة العراق وبأهداف العراق الحيوية وهناك عمل كبير هناك إجراءات كثيرة تقوم بها قواتنا العمنية بكل مسمياتها من جهد استخباري من جهد عمني من مناطق نعتقد بأنه قد تكون في بعض الأحيان ذات مناطق قلق بالنسبة لهذه الحالات لذلك نحن مصممون على أن نوقف هذه الحالة ولا نسمح لها ونقدم من يحاول القيام بمثل هذه الحالات إلى المحاكم لكون عمل يمس بسيادة وأمن وسلامة الدولة سيادة الواء أحاول أن أستثمر وجودك في خبر غريب أنه في المنافذ الحدودية تحدثت عن ضبط طائرات مسيرة مزودة بكاميرات هل لديكم معلومات عن الجهات المستوردة لهذه الطائرات ومن أي دولة جاءت أصلا يعني بالتأكيد هذا الخبر الآن أعلن عنه قيادة العمليات المشتركة لديها اتصال ولديها ممثلين ولديها قوات أمنية مشرفة على تلك المنافذ ولذلك أرسلت لجنة هذه اللجنة لمعرفة من الجهة التي تقف وراء هذه الكاميرات لماذا استوردت الحقيقة وكيف تم وصولها وخروجها خارج الحرم القمرقي كما ذكر تقريركم كل هذه المعلومات دونت ودققت ويجري الآن متابعة هذه الأمور لكون هذه الكاميرات تعتبر من المحاذير نعم أنضم معنا المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي شكراً لك معنا شكراً لكم